قال وزير الإعلام معمر الإرياني إن رفض ميليشي الحوثي سداد أموال المودعين في البنوك الخاضعة لسيطرتها يندرج ضمن سياسة الإفقار والتجويع وأعمال النهب والسلب المنظم لأموال امتلكات المواطنين منذ انقلابها على الدولة أشار الإرياني إلى سوابق الميليشي الحوثية في نهب الخزينة العامة للدولة والاحتياطي النقدي ورواتب الموظفين والإيرادات العامة وصولا إلى السطوة على الأرصيدات البنكية لملايين المواطنين والمقدرة بمئة مليارات لتحولها لأرقام وهمية وحسابات إلكترونية لا يستفاد منها إلا في دفع فواتير الاتصالات والكهرباء والمياه التي تذهب إلى خزينة الميليشيا وأوضح وزير الإعلام أن هذه الخطوة الخطيرة تؤكد مضي الميليشيا في تنفيذ مخططها لتدمير القطع المصرفي والبنوك التجارية في المناطق الخاضعة لسيطرتها بهدف السيطرة الكلية على القطع التجاري والتحكم بالاقتصاد الوطني دون اكتراث بالأوضاع الاقتصادية والإنسانية الصعبة